تعالوا يا شباب نتعلم نعمل الخدعة دي مع بعض ومن خلال ادوب بريمير برو بس تابعوا الدرس ده لغاية النهائي اهلا بكم يا شباب معكم بيتر شكري والنهاردة معانا خدعة رهيبة جدا جدا بتبقى مشهورة جدا في اليوتيوب واحنا بنبقى مش عارفين اتعاملت ازاي انا النهاردة هشرح لكم بالكامل على ادوب بريمير برو بدون اي مساعدة من برامج خارجية بس بفكركم كده اللي لسه مشتركش في القناة ريت يشترك ويفعل زور الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديو الجديدة وبتمنى كمان ان انتم تتابعوا الدرس ده لغاية النهائي لان كل معلومة بتتقال في الدرس ده مهمة جدا جدا جدا. فبدون كلام كتير يا شباب خلينا نبتدي على طول كل اللي انا هعمله ان انا هجيب الداتا بتاعتي من بره كده بالشكل ده. وعلى فكرة بفكركم برضو ان الداتا اللي انا بشتغل عليها دي هتلاقوها في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو او في علشان تقدروا تطبقوا معي في الدرسة اسناء ما انا بشرة. كل اللي انا هعمله يا شباب انا عندي الفيديو بتاع برج ايفل بالشكل ده. ده فيديو عادي جدا اهو. مفيش اي مشكلة فيه. وعندي البرج موجود فيه بالشكل ده. كل اللي انا هعمله ان انا عايز اخفي البرج ده وازهره بالشكل اللي احنا شفناه في المقدمة كده. طيب هعمل ده ازاي انا دلوقتي هنزل الفيديو بتاعي على التراك رقم واحد بالشكل ده كده يا شباب. فالفيديو بتاعي نزل مفيش اي مشكلة خالص. كل اللي انا اعمله وركزوا معي بقى في الحتة دي. كل اللي انا اعمله دلوقتي ان انا يعني هطبع من الفيديو ده اربع صور. تمام? هحطوهم في اي مكان مفيش مشكلة. هعمل الصور دي ازاي? هاجي على علامة الكاميرا اللي تحت الشاشة عندي هنا كده. بيقول لك هنا كده. هدوس عليها. طيب لو الكاميرا دي مش موجودة عندي بجيبها ازاي? بصوا كده او علامة الاكسبورت فريم او علامة الاكسبورت بتاعت الكاميرا دي. بجيبها من هنا. بدوس على علامة اللي موجودة هنا كده. بلاقي علامة الكاميرا هنا. لو مش موجودة عندي تحت هنا كده انا ضيفها طبعا تحت عندي. لو مش موجودة بمسكها كده بشدها وبسحبها. بحطها في اي مكان بالشكل ده. وبدوس اوكي. يبقى لو مش موجودة عندي بجيبها بالطريقة دي. طيب كل انا اعمله دلوقتي ان انا هاخد اربع صور سبتين من الفيديو ده. فانا هبتدي ادوس كده على علامة الكاميرا بقول له اه سيفها لي مسلا بي ان جي بالشكل ده. واقول له حطها حطها لي على فانا هكتب هنا مسلا رقم واحد. تمام? وهقول له اوكي. طبعا جابها لي هنا. ليه جابها لي هنا? هقول لكم بصوا كده لما اجي دوس على علامة الكاميرا انا بقول له انا بقول له حطها لي جوه البروجيكت بعد ما تسايفها لي برا. فدي برضو مهمة. هاجي هنا كده هدوس على اه رقم اتنين وهقول له اوكي هاجي هنا زي ما اتفقنا هندوس رقم تلاتة انا هسايف اربع صور سبتين خالص ما فهمش اي مشكلة وهاجي هنا كده واقول له اوكي الاربع صور اتسايفه عندي دول صور سبتين طيب هعمل ليه بقى حط الصورة الاولانية هنا واحط الصورة التانية فوقها بالشكل ده واحط الصورة التالتة فوقها كمان بالشكل ده وهاجي على الصورة رابعة برضو وحطها فوقهم بالشكل ده يبقى انا حطيت الاربع صور بالشكل ده فوق بعض. آآ بصوا كده دي صور سبتة ما فيهاش حاجة ما فيهاش حركة شايفين الحركة اللي كانت موجودة? لو انا قفلت الصور دي كده اهو وجيت شغلت الفيديو وفي حركة بتحصل في الفيديو اهو. شايفين? لكن دي صور سبتة. طيب انا هبتدي افتح بس الصورة اللي تحت انا مش عايز الصور اللي فوق دلوقتي. وهقول لكم هنعمل ايه? انا بس هفتح الصورة اللي من تحت. تمام? اول صورة عندي تحت هي تفتحت. هدي هاجي كده على الصورة دي يا شباب وهدوس كليك يمين وهقول له او ان ادوبي فوتوشوب. هيبتدي يفتح لي على طول الفوتوشوب. وهبتدي بقى اشيل البرج من الفوتوشوب. خلاص? طبعا بطريقة سهلة جدا كل اللي انا هعمله ان انا اختار علامة هنا كده. وهبتدي اعمل على البرج. طبعا مش لازم اعمل مزبوط يعني. لا بعمل بعيد عنه شوية كده بالشكل ده. بصوا كده يا شباب. طيب هشيل ده الكلام ده ازاي? هنشوف دلوقتي. بصوا كده. هاجي اروح عامل على البرج كده. وخلي بالكم لازم نشيله من تحت كده علشان المباني اللي ورا دي ما تختفيش معايا. فلازم اجي اروح عامل هنا كده بالشكل ده. بصوا كده. وهبتدي اقفل لازم اقفل اللي انا عملته بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل على البرج ده. بدوس على ايه بقى? لو انا ماج بدوس على او لو انا بسي بدوس على بالشكل ده. انا كده عملت على البرج. طيب عايز احزف الكلام ده. هعمل ايه بقى? هدوس على معايا. فبيقول لي كده خلاص دي الميزة اللي موجودة في الفوتوشوب انك تقدر تحزف اي موجود عندك في الفوتوشوب. وهاجي هنا كده هقول له اوكي كده حزف لي البرج وسب لي الاماكن كلها فاضية زي ما هي. هاجي ادوس على عشان اسايف الكلام ده. فهتلاقوه هنا كده اختفع عندي. بقى الصورة الاولانية البرج مش موجود فيها خالص اهو. شايفين البرج هنا مش موجود خالص. طيب. هاجي افتح الصورة التانية. ركزوا بقى في النقطة دي. وهاجي برضو اعمل هنا بقى انا عايز الجزء اللي من تحت بس هو اللي يكون موجود عندي. وهنا بقى انا هعمل مزبوط خلي بالكم. لازم اعمل مزبوط على الجزء اللي من تحت ده. فهنيجي نعمل عليه بالزبط كده. ده ما ينفعش بقى ان انا اطلع براه. يعني حاوله يكون مزبوط يعني مش بطريقة رهيبة يعني ولكن مزبوط شوي. بصوا كده. هبتدي ان انا اعمل على الجزء ده كده اهو. بالشكل ده. وبرضو خلي بالكم الجزء ده لازم يكون متفرغ عندي علشان المباني اللي ورا ما اتبصش. اهو. فانا بامشي كده بالشكل ده على الجزء بتاع البرج. وهاجي برضو اقفل بتاعي. خلاص? طيب. في معلومة مهمة جدا هنا يا شباب. لما اجي اعمل زي ما اتفعنا هندوس على كونترول وان او كومند وان. بس انا دلوقتي عايز اخد الجزء ده مش عايز احزفهم. انا لو دست دلوقتي هيحزف لي الجزء ده. انا بقى عايز اخلي الجزء ده. هعمل ايه بقى? هدوس لو انا ماك بقى هدوس على كومند شفت اي. تمام? ولو انا ويندوز بادوس على كنترول وشفت واي. هو كده علم او عمل على الجزء العكسي. وهبتدي دوس فانا كده قلت له عايز الجزء ده بس. وهدوس على كومند او كنترول اس. علشان يسايف كده الجزء ده هو اللي موجود. يبقى الصورة دي فيها الجزء ده شايفين? اهو. طيب هاجع الصورة اللي بعدها. طبعا احنا خلاص فهمنا اكيد. هدوس كليك يمين وهقول له وهبتدي بقى اخد الجزء اللي من فوق. خلاص الجزء اللي في النص. يبقى انا اخدت الجزء اللي من تحت في الاول? لا هاجي هنا بقى هاخد الجزء اللي من فوق ده. فانا هاجي عمل هنا. طبعا بقدر الامكان بخلي بتاعي يكون مزبوط. خلينا نعمل لغاية هنا. بصوا كده يا شباب. بقدر الامكان نحاول نزبط بتاعنا. على الجزء التاني. طبعا خضعة رهيبة جدا. والناس هتقول لك انت عملت الكلام ده ازاي? طبعا بطريقة سهلة جدا. بصوا كده. اهو. باجي اروح اعمل لازم اقفل بتاعي. وزي ما اتفقنا برضو. هاجي اروح اعمل ايه برضو? هدوس على او خلاص كده. وهبتدي ادوس على او شفت اي علشان اعكس. وادوس يبقى انا كده اخدت الجزء ده. وهقول له عشان اس يبقى انا كده اخدت الجزء ده. هاجي على اخر صورة وهاخد الجزء اللي فوق بقى بس. فهاجي كده واقول له او وهبتدي ان انا اكبر كده اهو. خلينا نصغر شو عشان نقدر نشوف البرج كامل. وهبتدي ان انا اخد الجزء الاخير بتاعي. طبعا بحاول اكون يعني بقدر الامكان بحاول ان انا اخلي الجزء بتاعي في ده يكون مزبوط. طبعا مش لازم يعني يكون مزبوط ولكن بقدر الامكان. فهبتدي اعمل كده على الجزء ده. بصوا كده يا شابه. طلعت مني بره شوية مفيش مشكلة. ممكن نرجع ونعمل كده. يعني اه مش هتبان مع السرعة طبعا بس كل ما كانت ايدك مزبوطة كل ما الموضوع هيكون اه يعني شكله حلو جدا. بصوا كده اهو برضو باخد الجزء الاخير ده. وهبتدي ان انا اقفل العلامة دي. خلاص هنا كده اهو. وهبتدي اعمل على ازاي بقى بالشكل ده. بعد كده كنترول او كومند شفت اي علشان عكس. ودوس ديليت. واقوله او ك настро او كومند اس اهو. يبقى انا كده سيفت الجزء ده. يبقى لما اقفل الجزء ده الجزء اللي فوق بس هو لايتقفل شايفين. ولما اقفل الصورة دي الجزء اللي في النص هو ليتقفل. ولما اقفل الصورة دي الجزء اللي من تحت هو اللي هيتقفل. خلاص? طيب. هبتدي بقى احرك هم. احرك هم ازاي? هبتدي احرك دي كده. خلاص بصوا كده لو انا عايز احرك الكلام ده بعيد شوية بدوس على واتجاه او وشفت لو انا عايز احرك حركة كبيرة شوية بدوس على واتجاه اليمين خلاص او واتجاه اليمين واحد اتنين تلاتة هحركها بالشكل ده تمام الصورة دي بعد كده دي احركها كده واحد اتنين تلاتة بعدها بتلات خطوات لازم ادوس عشان يتحرك حركة كبيرة بعد كده دي كده هبتدي ان انا احركها كده واحد اتنين تلاتة طبعا تقدر تحرك ده بيدك بس انا بحب الاختصارات يعني تقدر تمسك الصورة دي كده وتحركها بيدك بالشكل ده زي ما انت عايز خلاص طيب حلو جدا انا دلوقتي اللي ظهر عندي هي الصورة الاولانية بس خلي بالكو الطريق هنا مش شغال يعني دي صورة سابتة هعمل ايه بقى خلي بالك انا عايز اخد البرج هنا اشيره من الجزء ده يعني اخلي الجزء بتاع البرج بس هو اللي باين وباقي الطريق بقى شغال عادي جدا اعمل ده ازاي هنا انا مش شايف البرج عشان اقدر اعلم عليه او اعمل عليه طيب خلي بالك انا هدوس على الصورة التانية ولكن هقفلها هقفلها بالشكل ده اللي باين عندي هو البرج تحت في الفيديو اهو خلي بالكو انا قفلت الصورة شايفين البرج باين عندي في الفيديو بس هفضل عامل على نفس الصورة دي علشان اقدر اعمل على البرج خلاص وهبتدي افتح من هنا كده خلي بالكو هدوس على الصورة دي كده اهو وهاجع على دي وهبتدي ان انا اعمل خلي باركم انا بعمل في الصورة مش في الفيديو انا فاتح الفيديو ولكن انا بعمل بتاعي في الصورة هياخد بس اه مكان ده علشان هو ده بس الجزء اللي انا عايزه والباقي بتاع الطريق يكون شغال زي ما هو اهو اه يعني اعمل على اه قد ما اقدر كده مش تازم بالزبط برضو بصوا كده يا شباب ونقدر ان احنا نوسع ونضيق بعد كده الماسك بتاعنا زي ما احنا عايزين انا بعمل مسك بس حوالين البرج بتاعي على الصورة وهبتدي ان انا اعمل كده اهو بصوا كده اهو وهقفل برضو الماسك بتاعي خلي بانك انا عملت الماسك على الصورة رغم ان انا قفلها لما اجابتح الصورة دي مكان البرج هيكون مختفي بس ايه في حيتة تزاهرها هنا كده طيب هاجأ روح هدوس على الصورة دي كده وهوسع شوية بتاعي الماسك ده هوسعه شوية كده هم تمام? وهبتدي ان انا اسيح league شوية عشان ما يبقاش باين. تمام? وهبتدي اوسعه كمان شوية. اهو بصوا نقدر نوسعه ان ده زي ما احنا عايزين. كده ما بيقاش باين عندي. وفي نفس الوقت الفيديو شغال بصوا. لان انا اخدت بس على البرج اهو. الفيديو ابتدى يشتغل عندي عادي جدا. شايفين الخدعة? خدعة رهيبة جدا. طيب هاجي بقى الجزء ده انا عايزه يطلع من تحت. الجزء ده انا عايزه يطلع من تحت. فهاجي على الصورة دي كده. وهاجي على من هنا كده هدور على اسمه وهقول لكم ليه دلوقتي? حد هيقول لي ما نعملها بالموشن اللي موجود هنا. مش هتنفع. هقول لك ليه? خلاص? هاجي هنا كده على ده. وهبتدي احطه على الصورة دي. واحطه على الصورة دي. واحطه على الصورة دي. خلاص? ونخلي عندك الشاطر بتاعه هنا نعليه شوية. نخليه مسلا تلتمية ولا حاجة. عشان البرج وهو طالع من تحت كده تحس ان هو بيتبني. تمام? وبعد كده هاجي على البوزيشن طبعا عند الجزء ده هيكون الجزء ده طلع. يعني عند الصورة الحتة دي عند الفريم ده كده هيكون الجزء اللي من تحت ده طلع. فانا باجي حط هنا. خلاص? هنا هيكون طلع خلاص. وهاجي ارجع في الاول كده واقول له نزلهولي تحت. نزلهولي تحت كده. طب خلي بصوا الموشن اللي حصل فيه اهو. طب نزل تحت ما هو باين. هنشوف دلوقتي هنخفيز زي. خلاص? ونفس الطريقة هنعملها في الصورة اللي بعد كده. هنيجي هنا كده. انا حطيت نخلي ده تلتمية برضو. عايز تخليها تلتمية ده حاجة براحتك يعني. وهنيجي نحط هنا ده شكل النهائي بتاعه. ولكن قبل الشكل النهائي ده هيكون فين? هيكون تحت. هيكون بالشكل ده. تحت كده. خلاص? طيب هيجي برضو نفس الكلام. بعد شوية هنا كده في الحتة دي كده هيكون بتاعي هنا وهيكون الشطر بتاعي تلتمية برضو. زي ما احنا عايزين. وهيجي في الاول كده. اه هنا بقى ممكن اعمل خالب لكم زي ما شفنا في المقدمة كده. بصوا في الحتة دي كده. ممكن اخليه فيه كمان. فهاجي على وهاجي في الاول كده في الحتة دي. وهيكون ده تحت في هيكون ده تحت بالشكل ده مش باين كده. خلاص? وهيكون لفف شوية. هيكون شوية. يعني هيكون مسلا كده هو. خلاص? فلما يجي يطلع هيطلع في مكانه. بصوا اهو. بصوا هيبتدي يتبني كده اهو. البرج هيبتدي يطلع كده اهو. اهو. خلاص? طيب هو وهو بيطلع هو باين دلوقتي. فانا هعمل عليه مسك بقى. بصوا الجزء ده كده. هروح عامل مسك عليه. وعشان كده قلت لك ما تعملوش في الموشن. عشان الموشن كان هينزل معاه. فخلينا نعمل مسك على الجزء اللي هيطلع فيه الحتة بتاعت البرج دي بس. اهو في الحتة دي. يبقى البرج مش هيبان تحت غير لما يطلع. شايفين? اهو. فخلينا نعمل المسك على الجزء ده كده. في الجزء الاوليني. بصوا كده. اختفى. هيطلع في الحتة دي اهو. طلع في الحتة دي. ونفس الكلام في الحتة اللي فوق. نروح نعمل مسك برضو. ونقول له احنا عايزينه يظهر من اول هنا كده. ونشوف كده. هيظهر وهو بيتبني كده. ونفس الكلام بالنسبة للي تحت. الجزء الطويل ده هنجي نروح عاملين مسك على الجزء اللي فوق. الشكل ده. بس هنيجي هنا كده ونطلع المسك ده فوق شوية. هنكبره الفوق قوي كده عشان يقدر ان هو يباني. يبقى مش هيظهر عندي غير في الجزء ده بصوا. طبعا لو في حتة هنا بتختفي كده. ممكن احنا نوسع المسك في الحتة دي شوية. اهو. تمام? بصوا كده اللي حصل يا شباب. بصوا كده لما اجي اعمل بلاي. شايفينه بيطلع ازاي? في اي مشكلة. اه. في حتة بتختفي هنا. اه. يعني في جزء هنا كده بيختفي. ما فيش مشكلة. اهو. ممكن نجيبه من اول الجزء ده. يعني ممكن نقلل المسك هنا في الحتة دي شوية. ممكن نقلله بدل ما نزوده كده لأ نقلله عشان ما يبانش. ان هو كأنه طالع غلط يعني بصوا كده يا شباب. فيبتدي يتبني عندي بالشكل ده. اهو. والفيديو شغال زي ما هو عادي جدا تحت شايفين? يبقى احنا عملنا خدعة من كلام فاضي. طيب انا عايز احط هزة بقى عايز اعمل حاجة كده برحتك انت. خلي بالك انا جايب لك برضو في الدرس بتاعنا هنا كده عامل لك حاجة اسمها بصوا كده ده. كأنه البرج فعلا بيعمل كده يعني زي طراب كده وهو بيطلع. فهنعمل ده ازاي? هنيجي نحط ده طبعا ده هنا لازم نكون متأكدين احنا بنعمل ده مهم جدا عشان يعني الموضوع ما يبصش مننا. بصوا هنا كده يا شباب لما اجي حط الفكرة بتاعت الطراب او اللي بيحصل ده خلينا نسرعه بس نعمل بتاعه مسلا تلتمية عشان يطلع آآ بسرعة كده وهاجي عندما البرج ده ابتدى يتبني كده هحط دي فكأنه كده البرج طالع بس طبعا هنصغر الكلام ده. بصوا عندما يطلع كده اهو هجيب بتاعتي دي اهو بس خلينا نصغرها بالشكل ده ونحطها كده في الجزء اللي هنا. عشان كده كأنه ايه البرج بيعمل طراب كده وهو طالع. سوري انا حرك الاسموك نفسها. اهي. واحطها مسلا في الجزء ده. تمام? ممكن نخفف بتاعها شوية اهو. بصوا كده يا شباب. فتحس ان هو بيعمل اه عملت متأخر شوية. لا احنا عايزين هتبقى بدري. فنخليها مسلا هنا. فبصوا كده. اه نخليها بدري شوية ونخليها تحت كمان. فنيجي نحط الاسموك ده تحت. هنا كده. بصوا. اهو. نخليها متأخرة شوية. نأخرها بالاتجاهات احسن. اهو. ونيجي نروح عاملين برضو. واحدة تاني هنا. هنكررها ندوس كده ونكررها ونخليها هنا كده. ونيجي نروح عاملينها كده. طيب. التانية ده هتطلع فين? ده هتطلع على الجزء اللي في النص. اللي هو الجزء ده. اهو. ونيجي بعد كده مع السرعة الكلام ده ايه هيبقى جامد جدا. ونيجي على على دي. ونكرر نعمل كمان تاني هنا كده. ونكرر دي هنا. بس السموك دي. هنأخرها شوية. فخلينا نحطها هنا. وهتأخر شوية كده. ونخليها كمان تبقى فوق في الجزء ده. فبصوا كده يا شباب. هتلاقوا كده انه ايه? يعني اه لما تيجي دي تتركب نعمل السموك. فخلينا نعمل دي كده ان نأخرها شوية. نخليها مسلا هنا. فهتلاقوها كده عملت كده ايه كأنه البرج فعلا بيتبني. اهو. بصوا. طبعا ممكن الاسموك دي مش متزبطة قوي. ممكن احنا نخليها كده. لا نخليها تحت احسن. شكلها مش لطيف كده نخليها تحت. طبعا زي ما احنا عايزين اهو. على حسب ما بتطلع. بصوا كده. اهو. تمام? طبعا نقدر بقى نعمل هزة ونقدر نعمل زوم بقى ونقدر نعمل اللي احنا عايزين. عايزين الكادر ده يتعمل له زوم مسلا زوم كده بعد ما نعمل الكلام ده. هنيجي كده نعمل ونقول له هنا كده. ونقول له مسلا اللي هي الطبقة الشفافة دي. وابتدى حط الطبقة الشفافة دي فوق كل حاجة كده. وهشدها لغاية نهاية المقطع بتاعي. طبعا نقدر ان احنا نشد الصور دي لغاية النهاية بقى بصوا كده. نقدر نشد الصور لان احنا مفرغين المكان بتاع البرج بس. فما فيش مشكلة ان انت تشد السور دي لغاية نهاية الفيديو. اهو. هيفضل كل حاجة شغالة عندك عادي جدا. خلاص. ونيجي هنا كده نشد المقطع بتاع ترانسفورم ده لغاية هنا. اللي احنا هنعمل عليه اللي هو دي. وهنيجي هنا كده ممكن نغير اسمه ونخليه مسلا زوم نكتب كده زوم بالشكل ده. وهاجي هنا كده على وهخلي فيه برضو. وهنا هخلي يعمل زوم على كل المقطع. عشان كأنه فيه كاميرا بتتحرك فانا هعمل وهاجي لغاية نهاية المقطع كده هيكون ده تغير طبعا ممكن اعمل برضو تعالوا نرجع كده نحط برضو هنا ونيجي على النهاية كده ونخلي فيه ايه? بصوا كده يا شباب نخلي فيه مع شوية اللي هو ايه يباين للبرج كله بالشكل ده. تمام? فاسناء ما المقطع شغال كده هنلاقي الكاميرا بتعمل زوم اهو. تمام? يبقى احنا دلوقتي عملنا الخدعة بتاعتنا. طيب عايزين اسناء ما هو بيطلع كده هيعمل هزة كده. طبعا دي ممكن نعملها عادي جدا هتدوروا كده على على جوجل هتلاقوا فيه للشيكي كام موجودة كتير جدا. بس انا عايز اعملها كده هعملها ازاي بقى? هاجي اسحب طبقة او من غير انا منزل هنا كده حاجات للشيكي كام. فخلينا مسلا نعمل كده هنا كده. ونخليها مسلا لونج ولا شورت خلينا نخليها شورت مسلا. واتو اكس ولا سري اكس حاجة هزة كبيرة شوية. فممكن نعمل سري اكس كده. اه مع الكلام ده هنعمل هزة. خلينا نشيل الجزء اللي موجود هنا. بصوا كده يا شباب. اهو مع البرج وهو طالع كده فيه هزة بتحصل في الارض. اه حلو جدا الكلام ده. نيجي على التانية التلوع التاني ده. وبرضو نحط المقطع بتاعنا ده. بصوا كده في هزة هنا هتطلع في هزة هنا هتطلع. وبعد كده الهزة التالتة دي هتيجي هنا. خلاص. يبقى احنا هنعمل كده اهو. بصوا كده يا شباب اهو اهو اهو. طبعا اعملنا خدعة بدون اي مشاكل. تقدروا تضيفوا بقى اللي انا ما اديه لكم. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الدرس. هتحطوا مع البرج فهيديكم بالزبط الشكل اللي احنا شفناه في مقدمة الفيديو يا شباب. بتمنى ان الدرس ده يا شباب يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو وانشاء الفيديو فاسقة للتواصل الاجتماعي لشان كل يستفيد. وبتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زرات جرس عشان يوصلكم كل الفيديو الجديدة. شكرا لكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو سي سي. اشتركوا في القناة